أكد كل من وزير الخارجية الأمريكي بومبيو من جهة وعضو لجنة العلاقات الخارجية بالكونجرس الأمريكي كريزا كوانزو أهمية رفع اسم السودان من قائمة الدول الرعية للإرهاب بالنسبة للعلاقات الخارجية الأمريكية وللحكم الديمقراطي ليس في السودان فحسب بل والمنطقة بأسرها وقال القيادي بلجنة العلاقات الخارجية في الكونجرس الأمريكي في جلسة خصصة أمس للاستماع لموضوعات لا تخص السودان قال إنه يود أن يسمع رأي وزير الخارجية حول هذا الأمر الذي يتعلق بالسودان وبضحايا التفجيرات وقال كريز أنه يعمل حاليا مع الأعضاء في هذه اللجنة داخل الكونجرس لحل معضلة السودان والذي يمر الآن بمرحلة انتقالية صعبة وكيفية تحقيق العدالة وتوفير التعويض لسبعمائة من ضحايا الإرهاب وأسرهم حتى نتمكن من التقدم إلى الأمام في علاقاتنا الثنائية بعد ثلاثين عاما من الحكم الدكتاتوري تحت قيادة عمر البشير من جهاتي أكد وزير الخارجية مايك بومبيو أنه سيرفع أمام الكونجرس في القريب العاجل تشريعا حول التسوية وحول رفع اسم السودان من قائمة الدول الرعية للإرهاب ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة